نبدأ معكم التسعة بهذا التقرير اللي حنشوف فيه اجتمع فيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والمتجددة الاجتماع تناول الحقيقة متابعة للموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء بالإضافة إلى مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الجوار لسيما المملكة العربية السعودية وكل من اليونان وقبرص وإيطاليا الحقيقة يعني دي بيبقى شيء بيفرح جدا لأن انت يعني لو انت رجعت كده بالتاريخ كم سنة وراء كنت هتلاقي ان انت نفسك جوة مصر كان عندك مشكلة لكن أديك حديد مشكلة كبيرة جدا كبيرة أو يعني وبقيت كمان انت بتقدر تصدر وتعمل الربط الكهربائي مع عدد من الدول مش بس في منطقة الشرق الأوسط ولكن في أوروبا تعالوا نتابع هذا التقرير وفاصل قصير ونعود ونستكمل معكم باقي فقراتنا لهذا الليلة في التاسعة أرجوكم ابقوا معنا تفضل اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء التي تهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفة عامة كما شهد الاجتماع عرضا موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خاصة في توشكا والدلت الجديدة وسيناء والصعيد واطلع السيد الرئيس أيضا على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لسيما المملكة العربية السعودية وكل من اليونان وقبرص وإيطاليا وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات لسيما الصناعة والزراعة بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائية مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة